اشتركوا في اعلان من المكياج الشركة فمن هذا الشكل تريد ادري اروجي عن الاعلان بتليفونة في الفيديوهات ماتش ليش في الفيديوهات ماتش وهيس انا اخذكم بجولة كلش حلوة من الايكيا داخل الايكيا انشارة تحبوه تستمتعون وهي انا هاي الوجبات اللي يقدموها كواية اكلات طيبة اهنا اوكي هلو هلو حبايب الشامكم شاخباركم ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية طبعا اليوم راح اشارك وياكم اول فطور انه بالسويد من ايد الحبايب احلى فطور اكيد والجمعة الحلوة يعني ما اقول لكم مدى ساعاتي وفرحتي بهذا اليوم ولو يعني من قبل ما اصل جنت كلش فرحانة بس منشفت حبايبي ارتاحيت بشكل والحمدالله والشكر الله ان شاء الله يجمعني دائما وياهم والله لا يحرمكم من غالي لا تنسون خلوا اللايك وتعالوا اياي كملوا الفيديو للاخير يعني فيديو حلو وممتع وشيق مو بس انه هشاركوا اياكم حياتي يعني من خلال الطلعة وانما الفطور وعائلتي وسوالف و هواية واكو بانوتا دزتلي حابة تاخد نصيحتكم وحابة تاخد رأيكم اه هي بانوتا حبت شخص بس المشكلة وين المشكلة انه هي حبت الشخص للغلط لازم بنات من تختارون اختاروا اختيار صح حتى لو تقعون بالاخطاع البنية اللي حبت شخص حبتها وهو متزوج وطبعا زوجتها متوفية ليش؟ لان حرقة نفسها يعني هي عافت كل الدنيا اوجتي على الرجال مرته حرقة نفسها هي اساسا مسئلة نفسها ليش هاي المره حرقة نفسها شن الاسباب اللي ادت بانه المره تروح تحرق نفسها شين مسوي بها هذا الرجال من استفزازات هو او عائلته اللي وصلوها لهالمرحلة ماكو مره متزوجه تروح تحرق نفسها يعني اذا هو قضاء وقدر امنتوا بالله بس القضية انه دا تقول انه اهلها تاهمينه مقتل بنتهم وكانوا يهددوه وهي لا رايحة وصائرة سباعية ورايحة انه تنقذ من الموقف ومتدخلة بشي ابدا ما يخصها انتو احكموا على هذا الشي وكتبولها شنو راييكم انتو اكواحد يدخل ومثل هي شي دخلة انا حجيتوا اياها بصراحة بس اكبر غلط لابنية بيت بيت عندها عائلة عندها اب اخوان عندها ام عندها اهل ربوه وتعبوا عليها وراها ناس مو بوحدها الحياة مو فوضى على اي اساس انتو تجازفين بكل اهلك وتجازفين بنفسك وترحين ترحين متعرفين مصداقيتها شنو تدافعين عنا انتي شنها المجازفة شفتو الكابتشينو مو كابتشينو هذا ستارباكس انا غلطت ازين قهوة الستارباكس اتجنن من ايد الغوالي وطلعنا بعد ما شربنا القهوة مالتنا اكيد ورا الريوك وهاي مريوما جينا لأحلى مكان بالنسبة الي كلش احب ايكيا ايكيا ماركة سويدية بها اثاث و بها كل شي خاصة البيت و مستلزماته من الاليف للياء و موجودة كل دول العالم حتى بالعراق موجودة ازين ايكيا ماركة سويدية اساسا بس هي مطية وكالات لكل دول العالم و انا كلش احب اغراضهم و التنسيقات مالتهم حبيت ااخذكم و نرجع الموضوع البنوتة بنات ما يصير الدخلون نفسكم بمشاكل اكبر من حجمكم الرجال موجود باي وقت و باي زمن صدقوني و زين هواية ناس اعرف و هواية ناس شفت بحياتي اكبار بالعمر داخلين بسن اليأس و تزوجوا زين فانتي نية صغيرة تجين الجاسبين بعائلتك و اسمهم و بنفسك داخلين بنفسك و بمشاكل انتي مو قدهر المهم راحة تحلت للموضوع و مثل ما يقول سوته انه هو ما دخله بمقتل زوجته مثل ما هي تقول او انه السبب اللي ادى بانه وصلت لهاي المرحلة و انه حرقة نفسها تقول ورا ما حليت الموضوع اه هو بداية تخلى عني شوية شوية اكيد لعش تردي لعش تردي انتردين يبقى يتمسك بيش ايزين كل جزين انه هو ما سوى لش مشكلة اليش حتى انتهم يتخلص من عندش المهم اه بعدين دازلها صورة المن الاخت زوجته ماشي؟ دازلها الاخت زوجته صورة حتى تروح تهدد منو اخت زوجته بانه هي اه مغذة صورة اوزين او بوشم و ما عرف ايش اعتقد الصورة كانت مو طبيعية فيعني هاي الطامة الاكبر الكارثة الاكبر انت ابنية وهي ابنية اشلون ترحين توصلين نفسك الهيتي مجازفات يعني ترحين تتحاشين ببنية مو هذا الموضوع وراء اشياء كبيرة اكبر من حجمك انت على كل يعني هي مشاكل الحياة كله شو وايا بس العتب وين العتب على اللبنية لا تصدقين مع احترامي إلتش زين انت يعني كلش عقلش جانو صغير الانسان او البنية من يروح يخوض مثل هيتي شغلات هذا عقل صغير لانه مادام متفكرين باهلك وبنفسك وتوصلين نفسك الهيتي مشاكل فانت عقلش صغير لو مو بس هاي تسوي هوايا حسابات وتروح تتحارش به وتدخلها على مو تحشو اياه وهو ما يريد يحشو اياه فاني بالنسبة لي نصيحتي انت بتعدين عنا نهائي وبشكل قطعي حتى لا بعدين يستخدمك مرة ثانية بموضوع اكبر من عندك واني متأكدة انت هسا اذا يخبرو تحشو اياك راح ترحين تسويين اللي هو يريده فانتظري نصيبك واحترمي اهلك واحترمي نفسك لاني عيب حبيبتي انت هم بني ما يصير ترحين تسويين شغلات بعدين الحياة كما تدين تدان بعدين الناس همين الله يسلط اذا مو عليك باشر البزرتش فانتبهي وابتعدي عنه بشكل نهائي وهذا كل اللي اقدر اقوله بعد البنات هم يكتبون رأيهم بالنسبة المشكلتش ما اعرفاني بالنسبة الي اشوف الموضوع كلش كلش صعب ولوش انتي انتي يعني اه شو مالله اكيد اتي سامعه هاي شغلات بالحياة فكيف كيف تجازفين هيش مجازفات انا ما ادري المهم حبايب كتبولها بالتعليقات شنو رأيكم ازيان لي انه هي تقول ميتها علي ازيانو دا احاول احد شوية بعد كل هذا اللي سوتها عليه عفو سوتها الي انه هو مبتعد عنها فانتب شنو تنصحوها وشنو رأيكم بالقصة اللي سمعتوها كتبولها ان شاء الله بلكت تاخذ بنصيحتكم ويرجع لعقلها فهاي الايكيا وهي اجواء الايكيا والمواعين العشق هذني اش قد احب هاي الشغلات آني ما ادري ليه شوين ما اروح هاي شغلات الظل هي العشق يعني كليسا احنا كليتنا نحب البيت ونحب اغراض المطبخ ونحب التنسيقات لان ذوقنا رفيع لان احنا شفافات ازيان فالانسان البنوتة او المرأة من تكون انسانا شفافة تحب البيت وتحب العائلة وتحب اسرتها اكيد تحب تقتني كل شي حلو كل شي جميل حتى تخليه ببيتها ازيان بيتها وتجمله وحتى يستمتعون عائلتها واكيد اني وانتو مثلي تحبون هاي الشغلات وهوية فيديوها دعني صورتلكم كلش كلش وهوية ان شاء الله اقدر انزلها لكم بالايام القادمة واحتمال بشكل يومي بس لا تنسون لان اللايك كلش مهم وضروري للقناة حتى تفاعلون القناة ليش هالشكل هاي هنا الغطوات طبعا هاي يستعملون كموديل واخو قسم يخلوها على شدو فهم يعني مو مالغطوة مالليل وانما هالشكل واحد يتدفى بها وقت ما يقعد يعكل او العصرانية يقعدين بالتفزيون والمخدات والشراشف كلش حلوين هنا حتى اغراض مالبيبي هم كانت موجودة ايكيا قليل عليها فيديو واحد لانه يعني شان ما تنطين حق الفيديو بالحقيقة هواية شغلات الفيديو ما يستحمل انه يكون طويل واني احب انقل لكم كل شي فاكيد راح اروح باحتمال مرة ثانية او ثالثة حتى اقدر اسهلكم اعلى اجزاء حتى تشوفون كل الشغلات اللي موجودة اكو ايكيا قلت لكم وبغداد اذا حابين تطلبون اكو دخلوا على الانترنت كتبوا بالفيسبوك او بالجوجل راح تشوفون مواقعهم وايضا عندهم خدمة توصيل بغداد للبيت احتمال يعني اذا متلقوها اكو اولاين اكو بعراسات الهندية اكو كرادة خارجي اكو بالشمال ايضا هاي ان شاء الله تلي انا متأكدة من اذها قنفاتهم تجنن هيا وال الشرابي ما البيبي والشرابي العادية اما المطابخ فتشي طبعا ما يتسالف كل شي تجنن فاني ركزت اهنان على بعض الشغلات لانه اكلنا على فكرة وبيها هم مطعم بس انا مصورت لانه كانوا الاهل مجتمعين وناس رايحة وناس جاية وتعرفون اول يوم واحنا تشنو طالعين ومستمتعين فاني هيا فاني نبذة بسيطة صورت لكم لذلك ما صورت الاكل بس هواي الناس اكيد يعرفون اكل الايكيا اه عندهم اكلات متنوعة وطيبة وطيبة وتحلاية اكيد وشاي وقهوة هاي الحبشكلات شوفوا 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 المغاسل لشحلاتها طبعا هما عندهم تنسيقات حتى يطوكم افكار شون تسوون البيت واكيد حسب المقاييس هما خالين الالتشي والقلم حتى تجون تقيسون تقيسون الشي اللي انت تردون تاخذوا حتى ما تتورطون وايضا عندهم هم استرجاع كلش حلو الخدمات اللي عندهم ممثنة ماكو استرجاع ماكو بامان بغداد للأسف هاي الخدمة ما موجودة اهنانا موجودة وبكل دول العالم اكو استرجاع واكو بامان اش وقت ما تردون صح الفترات معينة احتمال سنة او سنتين يعني حسب المكان وحسب الاغراض اللي عندهم ازين افمن فان هي هواية شغلات احبها لذلك احب انقلها لكم وانتم تعودين علي بغداد كانتوا هواية اصور لكم وين ما اروح بالمولات بالسوق فلذلك حبيت انزل لكم هذا الفلوغ السريع وبنهاية اقول لكم انا احبكم كل شوية من كل قلبي ولا تنسون خلوا اللايك واشتراك اذا اول مرة كنتوا تشاهدون القناة مالتنا تابعوا الفيديو للنهاية او باي باي واسعة الكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة